ويوم جديد ودرس جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا المعمرية النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنستكمل درس التكنولوجيا أو مادة تكنولوجيا الخرصانة وكنا بنتكلم عن درس الأساسات وطبعا الحلقة بتاعتنا مخصصة لطلبة الصف الثاني تخصص الخرصانة وكنا بدأنا في الأساسات وأنواع الأساسات وتكلمنا عن أن أنواع الأساسات نوعين وده في الشكل أو المجمل العام بتاعها وقلنا أن الأساسات أساسات سطحية وأساسات عميقة وتناولنا في الحلقة السابقة نوعيات أو أنواع أو أقسام الأساسات السطحية وتكلمنا باستفاضة عن القواعد الشريطية وقلنا أن الأعدى الشريطية هي الأعدى طبعا أنا بلجأ لها أو بستخدمها في حالة إذا كانت الأواعد أو الأساسات قريبة من بعضها البعض وده الحالة اللي بلجأ فيها إلى الأساس الشريطي وطبعا اتكلمنا على أن الأعدى الشريطية أو الأساس الشريطي دائما أو أغلب الاستخدام بيكون للأعمال التي لا تتطلب يعني دائما الاستخدام في الأعمال التي لا تتطلب أحمال كبيرة أو الأحمال ذات نقول السقل الأخف ولكن فيه طبعا وبالتحديد فيه أعمال الأسوار أو ما شابه لأن طبعا الصور حوالين مبنى أو أين كان الاستعمال بتاع الصور حوالين منطقة مثلا كل الأحمال الواقعة على الأساس بتكون لا تزيد عن حمل الحائط اللي مبنى عليه والأعمدة اللي موجودة فيه عشان عمل الفواصل حتى لا يحدث طبعا شروخ ما بين الحائط والآخر مع طول الحائط أو طول المسافة ما بين الحوائط بعضها البعض تكلمنا طبعا كمان عن الحالات اللي بنالجأ فيها لاستخدام الأساسات الشريطية وتكلمنا عن أنواعها واستعرضها الأنواع كذلك تناولنا بالشرح البنود الخاصة بعملية التنفيذ والتصميم للأساسات السطحية وكنا وصلنا إلى البند رقم 3 وهنتناول النهاردة إن شاء الله في استعراض سريع كده الأول برضو للشرايح الخاصة بالدرس السابق لعشان نقدر نعمل عملية ربط وواصل ما بين الحلقات بعضها البعض ثم إن شاء الله هنتناول باستفادة باقي أنواع البنود ثم الأساسات الهيكلية واللي هي عنوان الحلقة الخاصة بنا النهاردة في أعمال الخرصانة تكنولوجيا أعمال الخرصانة هنتناول بالشرح وباستفادة للمباني الهيكلية وقلنا إن فيه فرق ما بين المباني الهيكلية والأساسات اللي هي الحوائط الحاملة أو أساسات الحوائط الحاملة وقلنا إن أساسات الحوائط الحاملة وده كان برضو عنصر من عناصر حلقتنا السابقة اتكلمنا فيها عن إن هو عبارة عن مبنى خالي من الأعمدة وطبعا لما أقول خالي من الأعمدة هو بيطلق عليه برة سملات أو ده الاسم الدارج فيه بلغة الصناعة أو في مجال العمل هتسمع دايما بيقول لي أنا عندي مبنى سملات يقصد بسم اللات إن هو أساس أو مبنى حوائط على نظام الحوائط الحاملة ومن اسمه طبعا باين صفته أو طريقة تحميله وطريقة عمله حوائط حاملة معناها إن اللي بيشيل الأحمال اللي هتكون موجودة في المبنى ثم يوزعها على أكبر قدر ممكن من الأساس سواء با الأساس الخرصاني المسلح ثم الأساس الخرصاني العادي واللي بدورها الخرصانة العادية أو الأعدة الأعادية أو الأساس اللي هو من الخرصانة العادية بينقل الأحمال القادمة إليه من بترتبها كده من السقف ثم الكاميرا ثم الحوائط الحاملة اللي طبعا تكلمنا عليها وقلناها بتنقل الحمل إلى الأساس الخرصاني المسلح ثم الخرصانة العادية واللي بدورها بتنقل الحمل على أكبر مساحة أو أكبر مسافة ممكنة من التربع عشان ضمان عملية الهبوط في التربة وتكلمنا برضو عن عملية الهبوط وازاي ان ممكن المبنى اي مبنى بينتج عنه هبوط او بيحدث هبوط ولكن فيه هبوط حسب الكود المصري مسموح به وفيه كود طبعا او فيه هبوط يكون طبعا مخالف للكود ده اذا تحدى او تعدى الحد الاقصى لعملية الهبوط ويخلي بالك طبعا ان عملية الهبوط اتكلمنا عليها وقلنا ان المبنى كله بشكل عام لما بيحدث عنده او بيحدث فيه او ينتج عنه هبوط الهبوط ده لما بيكون على كامل المسطح بكامل التربة بنسميه او بيطلق عليه هبوط محمود طبعا ولا يتعدى الحد الاقصى حسب الكود او كود المواصفات المصري الخاص بالانشاءات المعمرية او الانشاءات المدنية طيب اما اذا بقى المشكلة بتكون موجودة فين بتكون ان احد اجزاء المبنى جزء واحد من المبنى او اجزاء من المبنى مش بشكل عام ينتج عنه هبوط طبعا جزء بيهبط وجزء التاني بيكون ثابت ده بينتج عنه لو احنا بصينا كده بيحدث عنه انخفاض فيه التربة وبالتالي الجزء ده سابت الجزء ده ما بين اللي سابت واللي حدث فيه هبوط بينتج عنه شرخ او شروخ ودي اغلب المشاكل اللي بنشوفها فيه المباني وخاصة بعد عملية التصميم او عملية التنفيذ وكمان بشكل او بمعلومة عامة كده عشان تكون عندنا المعلومة ونكون عارفين دايما دايما الشروخ او الهبوط بيلاحظ فيه الدور العلوي اخر دور دايما بيبان فيه عملية الهبوط بتلاقي فواصل ما بين الحائط والعمود او فيه الكامير نفسه الكامير والعمود او الكامير والحائط وده ناتج عنها مستر ناتج عن عملية الهبوط ان الدور اللي فيه طبعا كل دور بيضغط عليه سقف الدور اللي بعده او الاحمال اللي بعدها كل دور بنفس القصة وبالتالي فيه ضغط على الهبوط او على الشخ فما بينتوكش عنه شروخ ولكن فيه الدور الاخر او الدور الاخير اللي هو سقف الدور الاخير بيحدث عملية هبوط وطبعا مبيش حاجة بتضغط عشان تعود الهبوط اللي مناتج عن الطربة ده فوق السقف اللي هو في الدور الاخير وبالتالي دائما بنلاقي او بنشوف او بنلاحظ الشروخ ده بتكون موجودة فيه سقف الدور الاخير طبعا ما بين الحائط والكمر او الكمر والاعمدة او الاعمدة والحوائط كل ده طبعا اتكلمنا عليه في عملية الهبوط وكيفية توزيع الاحمال في داخل او في خضم موضوع الحديث عن الاساسات وكنا بنتكلم تاني عن الاساسات السطحية ولم نستكملها نهاردة ان شاء الله مع بعض هنستعرضها ده موضوع حاليتنا النهاردة هنستكملها وفي نفس الوقت هنستعرض باقي البنود الخاصة بعملية التصميم كذلك الاسئلة المتوقعة في المادة بتاعتنا النهاردة او في عناصر الدرس بتاعنا فلازم نكون محضرين الورق والألم وقاعدين جاهزين لاستقبال المعلومة كذلك السؤال المتوقع وازاي النقاط اللي هنركز عليها ونعمل عليها اصبط لا يبقى متوقع انه يجي فيها سؤال في الجزئية اللي هنتكلم عليها ونتناولها بالشرح نروح مع بعض كده ونستعرض حلقة الحلقة السابقة ونشوف ايه اللي تكلمنا فيه في استعراض سريع ثم نتناول حلقة النهاردة طبعا كان موضوعنا انواع الاساسات وبنفكركم ان الاساسات بتنقسم الى نوعين اساسات سطحية واساسات عميقة الاساسات السطحية كنا عرفناها عشان طبعا ممكن يجيلك في الامتحان وقلنا ان النوع او من اسمه باين هذا النوع من الاساسات يكون فيه التأسيس على اعماق قريبة من سطح الارض مباين طبعا لانه اساسات سطحية الاسم او من الاسم سهل التعريف بعد كده اتكلمنا او تناولنا انواع الاساسات السطحية وقلنا ان الاساسات السطحية بتنقسم الى واحد القواعد الشريطية اتنين الاساسات او القواعد المنفصلة تلاتة التأسيس باللبشة يبقى كده تلات انواع قبل ما كمل باقي الانواع اللي هم الخمس انواع بقول تاني ان الاساسات القواعد الشريطية ده بجزء اللي تكلمنا عليه وتكلمنا عليه باستفادة وان القواعد المنفصلة بلجأ للقواعد الشريطية في حالة قرب المسافة اللي ما بين القواعد المنفصلة بعضها البعض والتأسيس طبعا باللبشة لما تكون كامل او مجمل المكان او الطربة اللي هشتغل عليها طربة بنسميها طربة رخوة يعني طربة قابلة للانضغاط وبالتالي فانا بستعيد عن الطربة دي بان انا بزيلها وبعمل مكانها حاجة اسمها تأسيس باللبشة بعد كده اساسات اللي عملها سابقة التجهيز وبعد كده الحوائط الساندة وده الجزء اللي اتكلمنا عليه اثناء الحديث عن القواعد الشرطية الاساسات اللي عملها سابقة التجهيز احباء الطلب عشان طبعا الاسم ده زي ما بنقول كده من المصطلحات الحديثة والاجزاء المستحدثة في عملية الانشاءات المدنية والمعمارية وطبعا كلنا بنلاحظ الكلام ده وبنشوفه في الكباري والطرق اللي بتنشأ دولات في مصرنا الحديثة وبنشوف ان ازاي كمية السرعة والدقة في الانجاز والتنفيذ بتتم طبعا التم ده ازاي او باستخدام ايه باستخدام عنصر من العناصر مهم جدا ومستحدث اللي هو الخرصانة سابقة التجهيز لانه طبعا مش من الواقع او من الطبيعي ان انا طبعا هنتظر اصوب بعمود تشوف طبعا كمية الاعمدة اللي بتكون موجودة في الكباري الدي ايه والحوائط والارضيات والجوانب اللي مصبوبة في الكباري وما شابه والاساسات اللي موجودة تحت فمش من الطبيعي ابدا ان انا طبعا هستنى سقف مدة خمستاشر يوم عشان او اربعة وعشرين يوم زي ما بنقول له اقل حد عشان نتأكد من عملية جفافه وتسلط الاسمنت فيه وقابليته للتحميل طبعا الكلام ده هياخد مسافة من الوقت وعامل الوقت مهم جدا جدا وخاصة في الانجازات القومية او المشروعات القومية اللي بهذا الحاج نرجع تاني كده للاصلاد بتاعنا ونتكلم عن الحوائط الساندة او نستعرض كده ان احنا عندنا الاساسات السطحية خمسة قواعد شريطية قواعد منفصلة التاسيس باللبشة اللي عملها سابقة التجهيز ثم الحوائط الحاملة ودول الخمس انواع الخاصين بالاساسات السطحية بعد كده هنتكلم عن اساسات القواعد الشريطية وطبعا قلنا انها بتسمى اساسات مستمرة وتستعمل هذا النوع من الاساسات عند انشاء المباني ذات الحوائط الحاملة وتتم عن طريق طبعا حفر خندق وتكلمنا عليه في الارض لكل حائط من حوائط المبنى وده كان صورة او شكل من الاشكال اللي بتوضح الاواعد وازاي عملية التحميل بتتم عليها وقلنا انها بتجمع اكتر من عمود او اكتر من قعدة وخلي بالك ان هو زي ما فيه اساس شريطي من خرصانة عادية اساس شريطي برضو من الخرصانة المسلحة بتجمع اكتر من عمود يبقى انا اقدر اعمل اكتر من ارتكاز او اكتر من عمود على الاعدة الشريطية الواحد وده كمان كان شكل تاني من الاشكال الموقعية او اللي في الواقع اللي موجودة وتكلمنا عنها ان هنا شوف بقى لو لاحظت ان المسافة ممكن اعمل خرصانة تحت خرصانة عادية شريطية واعليها اعمل او انفذ خرصانة مسلحة او اواعد خرصانية مسلحة منفصلة طب ليه منفصلة مستر هنا لان المسافة هنا بتسمح ان العامل ان هو يتحرك ما بين الاعدتين عشان يقدر يقوي الجنب اللي موجود ما بين الاواعد في المسافات اللي حضراتكم شايفينها دي يبقى انا اقدر يبقى مش شرطة عندي ان انا لازم طالما عملت خرصانة عادية اساس شريطي اعمل خرصانة مسلحة اساس شريطي برضو بكامل المسافة اذا كانت المساحة او المسافة اللي موجودة ما بين الاواعد بعضها البعض بتسمح للعامل او الفني ان هو ينفذ او الصناعي ينفذ جنب الخاص بالقعدة ويجري ليه عمليات التقوية طبعا بكل دقة ومهارة وده ليه مصدر عشان طبعا اثناء عملية الصب الجنب ده لو مش متقوي كويس عندي او الحركة دي ما بتسمحش ليه العامل او الصناعي ان هو يقوي الجنب ده بشكل كويس ينتج عنه طبعا انهيار للجنب ده او اثناء عملية الصب او فتح زي ما بنقول في الجنب بينتج عنه انهيار للخرصانة يبقى انا طبيعي جدا وارد ايوة مسموح ان انا اقدر اعمل اواعد منفصلة على الاعدة الشريطية العادية ده شكل تاني والشكل ده بيجمع ما بين 3 اشكال مختلفين في المضمون بتاعهم لو بصينا وان كان الاساس واحد الاساس هنا لو لاحظت ان ده طبعا زي اللي كنا بتتكلم عليه من شوية اساس شريطي وهو مكتوب تحته بيحمل اكتر من ركيزة زي ما بنطلق عليها في اعمالنا الانشائية اللي هي الاعمدة وهنا اساس شريطي ولكن بيحمل حائط من الحوائط الحاملة زي ما تكلمنا عليها او قلنا ان ممكن وارد جدا اساس الشريط ده يكون عليه خرصانة او اعمدة خرصانة مسلحة واعمدة وفي نفس الوقت بيجمع اكتر من عمود وفي نفس الوقت برضو اقدر اصممه او انفزه لاستقبال الاحمال الواقعة من الحائط الخرصاني او الحائط المباني اللي احنا بنطلق عليه المباني بنظام الحوائط الحامل هنا لو بصينا برضو ده اساس شريطي ولكن من الموقع او في الموقع لو بصينا عليه ده اساس اهو الاساس ده عليه اكتر من اشارة الاشائر دي احنا بنطلق عليها اشائر دي اللي بتتم او حديد التسليح اللي بتتم رب العمود بالاساس باسمالات بتاعنا يعني كل اشارة من دي هيجي عليها او هيتنفذ عليها عمود وده طبعا عشان نقلل المسافة اللي موجودة ما بين الحوائط بعضها البعض عشان ما ينتجش عنه ايه شرخي زي ما بنقول في المبنى او هبوط في المبنى ويبقى كل المبنى ده متربط مع بعضه وفيه فواصل ما بين البكيات زي ما بنطلق عليها بعضها البعض في الاسوار يبقى ده اساس شريطي مستخدم في تنفيذ عملية صور الصور ده هيتنفذ بطريق الاساس الشريطي ولكن اللي هيتم عليه عمودة خرصانية مسلحة مبادئ التصميم وطبعا للاساسات الشريطية وان المبدأ الاول هو العمل على زيادة عرض الاساس او عرض الحائط الملامس لسطح التأسيس حتى نضمن ان جهود التربة اكبر من احمال المبنى عليها وطبعا الجزئية ده احباي بنلقى عليها الضق كده وبأكد عليها رغم ان احنا طبعا اتشرحت فيه الحلقة السابقة ولكن من اهم الجزئيات اللي دايما بنتناولها ليه لان ابناء الطلبة ما بيقدرش ان هو يتخيل الموضوع هنا بيقول انه بيحاول او بيقولك المبدأ الاول من اسيات التأسيس بالقواعد الشريطية او الاساسات الشريطية ان تحاول بقدر الامكان يكون السطح الملامس من المباني للاساس اكبر ما يكون بمعنى ان انا بحاول اعرض الاساس بتاعي في عملية المباني الحائط اللي هو هيطلع بعد كده عشان يحمل القمرات والاسقف ثم الاحمال النتيجة من الاتنين دول سواء احمال حية او احمال ميتة وتنقلها للاساس وبالتالي هو هنا محتاج يقولك ان كل ما زاد عرض الاساس كل طبعا مكان افضل حتى كمان السطح الملامس للاساس يعني المباني في بداية البناء بتاعك اذا كان الحائط زي ما بنسميه او بيطلق عليه برة مباني على نص طوبة طبعا يعني الطوبة الواحدة كده بنطلق عليها مباني نص طوبة اما لما بيكون الالبين جنب بعض وطبعا ده زملائكم في تخصص اعمال البناء بيستخدموه وهم اكثر دراية وتخصصا فيه ولكن الحديث او المقام بالمقال يقال يبقى هنا الاساس ده بيقال عليه مباني بالطوبة او على نظام طوبة وساعات بيلجأ ليه طوبة ونص طوبتين في القاعة تحت عشان يوسع قعدة الاساس الملامس للخرصانة طب ده ليه مستر عشان يضمن عملية توزيع اكبر للاحمال على الاساس اللي موجود والاساس ده بدوره يقوم بنقل عملية الاساس على اكبر مساحة من الطربة ثم بعد كده بيبدأ اذا كان بيبني على طوبتين الاساس من تحت طوبة ونص ثم طوبة ثم نص طوبة وهو ده اللي بيكون ظاهر بعد كده او اللي بتشوفه اعلى سطح الارض طب ده كله مضمونه ايه مستر مضمونه وفي الاخر النهاية او الغرض او الهدف من كلما زاد الاتساع اتساع الحائط او اتساع الاساس كلما ضمننا او ضمننا عملية توزيع الاحمال على مساحة اكبر من الطربة وده كله طبعا تلاشيا لحدوث ايه عملية الهبوط في المبنى نرجع تاني كده ليه المبادئ بتاعتنا ونكمل ونشوف المبدأ التاني طبعا ده كان اه شرح او شكل ليه الرسم بتاعنا وقلنا ان ده عبارة عن او بيطلق عليها قصة الردم اللي هي جزء المباني اه قصة المباني هو الجزء اللي بيكون مبني اعلى الاساس ولو شوفنا انه هو متدرج بالشكل اللي ظاهر امام حضرتكم المبدأ التاني هو اللي يقل عنق الخرصانة الاساس عن الجزء الخارجي للحائط من كل جهة وده قلنا ان المسافة ما بين الحائط وعرض الاساس او جنب الاساس اللي هو الخرصانة والجزء الخندق اللي مبني فيه ما تقلش عن ارتفاع الخرصانة وطبعا ده عشان ما ينتجش عنه او عنه كسر في الاعدة وزي ما احنا شايفين كده اللي هو الجزء ده ما يقلش عن ارتفاع الاساس اللي هو المسافة دي ما تقلش عن ارتفاع الاساس ده عشان طبعا ضمان عملية ضغط الحمل اللي هو زي ما احنا بصين كده او احنا شايفين في الرسمة دي ضغط الحمل هنا ممكن بينتج عنه انحناء في الاساس وبالتالي بيحدث عنه هبوط زي ما انت شايف كده في التربة وان كان الطبيعي ان العمود ده يكون موجود هنا مع الخط العدل الافق ده ما يكونش فيه الارض زي ما احنا شايفين كده نشوف البند اللي بعد كده اللي هو مبدأ رقم ثلاثة او البند رقم ثلاثة عند عمل قاعدة مستمرة من الخرصانة المسلحة يجب وضع حديد التسليح الرئيسي دائما في الجزء السفلي من القاعدة وتسمى تلك المنطقة منطقة شد زلك لان الحديد يقاوم جهد الشد بينما جهد الشكل بشكل اكبر من مقاومة الخرصانة وطبعا كنا توقفنا عند هذا الجزء وحنتناول بالشرح الجزء ده احباء الطلبة هنا بيقولك ان الحديد الرئيسي في القواعد او في الميد لازم بيكون موجود في الاسفل طب ليه مستر عاوز اقولك او الفت نظرك لحاجة ان زي ما فيه احمال واقعة من الاسقف سواء طبعا الاحمال الحية اللي هي الاساس والاشخاص او ما شابه وبطلق عليها احمال حية واحمال ميتة اللي هي وزن الخرصانة نفسه سواء كان سقف او كامرات ومباني وما شابه كل دي احمال بتكون واقعة على الاساس خلي بالك ان برضو الطربة فيها لها حاجة او الخرصانة الاساس بيقوم ضغط ناتج من الطربة عكس اتجاه الحمل وده بنسميه جهد الضغط جهد الضغط ده طبعا بيكون معاكس لجهد الحمل طيب ازاي ده هنوضحه بالورقة والقلم كده ونشوف مع بعض شكل الاساس بيكون عامل ازاي والتسليح بتاعنا بينتج ازاي او المفروض يكون ازاي لو انا هفترض عندي ان هي دي الميدة بتاعتنا اهو كده زي ما هو واضح كده دي لو دي الميدة بتاعتنا واتكلمنا ان فيه الطبيعي الحديد الرئيسي طبعا انواع الحديد عشان نكون عارفين ان انا عندي دايما كفيه كده حديد بنسميه حديد ده علوي عدل والسفلي بتاعه بيكون الجنش ده ده اسمها بيطلق عليها جنش اهو اللي هي التكريبة دي وده بيطلق عليه علوي طبعا ده سفلي عدل ده بيكون موجود فوق في الميدة من فوق وده بيكون موجود في الميدة من تحت طيب بين دول وده طبعا نفس التصمين ده بيكون موجود في الكاميرات يعني في الكاميرات بيكون عندي انواع الحديد اللي موجودة فيه علوي عدل وسفلي عدل وحاجة تالتة بيطلق عليها حديد مكسح الحديد المكسح ده نسبة الى شكل السيخ فبيبقى شكله عامل كده اهو لو احنا بصينا مع بعض كده كده اهو ده بيطلق عليه سيخ مكسح ليه مكسح عشان التكريبة او الجزء اللي بيطلق عليه تكريبة ده الجزء المنعكس ده او المنحاني ده بيطلق عليه تكريبة طيب التكريبة دي او التكسيحة دي بتتغير على حسب مكان الحمل بمعنى يعني لو انا عندي دي كاميرا لو في الكاميرا بيكون اكبر ضغط موجود عندي ناتج بيكون في منتصف الكاميرا وبيكون تحت طب ليه مستر لان انا لو انا عندي حديد كده لو انا هنقول ان ده الحمل الحمل بتاعنا اهو كده بيضغط على الكاميرا والكاميرا دي طويلة كده ايه اللي هينتج عنه هينتج عنه المفروض انه هيحدث كده اهو انحناء في الكاميرا الاسفل صح يبقى مين اكبر منطقة بتقاوم عمالة بتقاوم عشان ما يحدثش عملية الانحناء ده هي المنطقة اللي فين اللي في اسفل الكاميرا وبالتالي الحديد ده هو اللي هو المكاسح ده الجزء ده بينزل تحت يدعم في سفل او في قاع الكاميرا عشان يقاوم عملية اللي ايه عملية الانحناء من الاحمال الواقع عليه طب فتبقى في الاساس اللي احنا بصردوا النهاردة نفس الكلام ما فيش مشكلة عندي حديد علوي وحديد سفلي طيب اما هنا السيخ المكاسح ده بينتقل التكريبة بتاعته بدل ما كانت اللي تحت كده هتبقى مقلوبة لفوق لو بصينا كده اهو هيبقى شكلها الفوق كده طب ليه يا مستر انت قلبتها كده المرة ده بتكون موجودة فين في الاساسات طب ليه هي اتقلبت كده معايا اتقلبت بقى لان زي ما قلت في احمال واقعة لو انا عندي ده كده اهو لو مجازا كده هنعتبر ان ده عندي السفل او السمل بتاعي اهو كده لو ده السمل اهو بالشكل ده ده منظور كده للسمل بتاعنا او ميه ده بتاعتنا اهي اللي احنا بصدادها النهاردة او الاساس وعندي هنا في حمل واقع عليها من اعلى الحمل ده عبارة عن ضغط جاي من اين جاي طبعا من الاسقف او اه الكاميرات وحوايط حاملة وما الشباية يعني ده كله عبارة عن ايه عبارة عن احمال خلي بالك ان الجزء ده ملامس للطربة الطربة زي ما فيه حمل جاي عليها هي برضو بينتج عنها ضغط ضغط معاكس للايه معاكس لاتجاء الحمل عشان تقدر تقاوم الحمل اللي جاي عليها وبالتالي اضعف نقطة هنا هتكون موجودة فين هتكون موجودة فوق يبقى وبالتالي السيخ بتاعنا اهو اللي هو السيخ المكسح ده بيتغير اتجاهه كده الفوق عشان يطلع فوق يدعم مع الحديد العلوي اللي موجود فوق ويقدر يقاوم الضغط الناتج من اسفل الطربة الى اعلى وحبين ان اكدين على جزئية احبائي وتبقوا عارفين ومتأكدين منها عشان ده طبعا بيكون دائما موضع امتحان او سؤال بييجي فيه الامتحان اللي هو حديد التسليح بيقاوم جهد ايه بينما الخرصانة تقاوم جهد مؤط او ايه فكون عارف ان حديد التسليح دائما او مهمته في الخرصانة ان هو يقاوم جهد الجهد ده بنطلق عليه جهد الشد لو انت لاحظت ان لو في المثال اللي تكلمنا عليه ان الكاميرا لو انا عندي الكاميرا زي كده وضغطنا عليها بحمل اهو من المنتصف بينتج عنه ايه انحناء يبقى فيه شد في اللين في الكاميرا هنا موجود وبالتالي الشد ده بيكون موجود فين في اسفل الكاميرا وده طبعا العكس اللي تكلمنا عليه انه لو من الطربة هيبقى جهد الشد عندي فيه اعلى الاساس او السميل بتاعي يبقى هنا اللي بيقاوم جهد جهد الشد سواء في الكاميرا لاسفل او فيه الاساس لاعلى هو الحديد يبقى وظيفة الحديد في الخرصانة مقاومة جهد الشد بينما الخرصانة تقاوم جهد اسمه جهد الضغط ده بيكون عن اه ناتج عن احمال الواقعة على الخرصانة او على الاساسات بتاعتنا سواء كانت اواعد او فيه صورة اه سميلات سواء كانت اه ميد سواء كان كامير اي خرصانة في الاسقف في الكاميرات في الاعمدة جهدها او شغلها او الوظيفة المنوطة بيها هي مقاومة جهد الضغط بينما حديد التسليح يقاوم جهد اللي هي جهد الشد نرجع تاني كده ليه الشريح بتاعتنا وهي نستكمل البنود الخاصة بعملية التصميم المبدأ الرابع كان بيقول لي في حالة الاحمال الكبيرة نسبيا يجب مراعاة الانتقال من الحائط الى القاعدة الخرصانية بصورة تدريجية لتلافي الكسر في القاعدة وده طبعا الجزء اللي كنا تكلمنا عليه وقلنا اللي هو خاص بتوزيع الاحمال على اكبر جهد اكبر اه مساحة ممكنة من سطح التربة اللي احنا اطلقنا عليه مجازا كده قصة الردم او زي ما بيطلق عليه في السوق او هتسمعوا دايما بيقولوا عليه قصة الردم او ساعات بيطلق عليه البنين بيسموه قصة المباني اللي هي خاصة بالجزء اللي هو مدفون اسفل سطح الايه سطح الارض نشوف بعد كده وطبعا ده شكل اهو حدث هنا كسر في الخرصانة يمين وشمال ناتج على ان الاحمال اللي كانت موجودة فوق طبعا مركزة في منطقة واحدة ولم تراعى زي هنا كده عملية توزيع الحملة على اكبر مساحة من التربة وكذلك هنا لو بصينا في انحناء نتج في المنتصف اهو في الاعدة وطبعا حاجات دي ما بتكونش ملحوظة او انت ما بتشوفهاش لانها بتكون موجودة في اسفل ايه اسفل التربة والكسر ده طبعا نتج عن ان التحميل كان مركز في منطقة واحدة ماهوش موزع على باقي الارض ولو لاحظت هنا شايف الضغط الخارج او الناتج من التربة في عكس اتجاه الحمل الصائط من الاعلى وبالتالي حدث كسر في جوانب الاعلى الخرصانية سواء العادية وما يعلوها من خرصانة مسلحة نشوف بعد كده المبدأ الخامس بيقول لي هنا يجب وضع اساسات المباني الجديدة بعيدة عن خط اه قوة تحميل الاساسات العميق طبعا ويقصد بها ايه يقصد هنا ان انا لما اجي لو انا عندي طبعا في بعض المباني او بعض المنشآت بيلجأ خاصة المباني القديمة بيكون مبنى قديم او بيت قديم بيلجأ اه صاحب البيت لما يكون مثلا اه اشترى قطعة ارض مجورة للبيت او حابب يضيف مبنى للمبنى القديم هو هنا بيقول لك او بالمعنى الادقة والايصر كده والاسهل عشان نبسط المعلومة ان المبنى القديم ده خلاص هو قريدي حدث طبعا مع ور الزمن ومع اه كمية الاحمال النتيجة على مر العصور اللي هو مبنى فيها او السنين اللي هو اتبانى فيها خلاص المبنى ده اه زي ما بنسميه كده حدث له سبات خلاص فالهبوط بتاعه استقر والمبنى ده استقر خلاص في عملية الهبوط المشكلة عندها تكون فين في المبنى الجديد لان المبنى الجديد ده لسه هيتم هيتم تصميمه وبناء عليه اكيد وارد وطبيعي جدا انه هيحدث في عملية هبوط للطربة لان ده طبعا مبنى جديد وطربة جديدة لسه حملها باحمال جديدة اكيد مش هتستقر بالسرعة او بالشكل اللي نتج عن او اللي استقر عليه المبنى القديم يبقى انا وانا براعي في عملية او اثناء عملية التصميم للأساسية المبنى الجديد ان قوة التحمل او خط تحميل المبنى الجديد او الاساس الجديد اراعي انه هو عملية الهبوط اللي هتنتج عنه في عملية الربط لما تيجي تربطه بالمبنى اللي هو المبنى القديم انه هيحدث عنه برضو او هينتج عنه عملية ايه هبوط عملية الهبوط دي اكون مراعيها عشان تساوي العملية الهبوط اللي نتجت في المبنى القديم وبالتالي ما يحدثش عندي فواصل او شرخ ما بين المبنيين لما طبعا في اغلب في اغلب التصميمات بيجي يربط طبعا كاميرات الدور او المبنى الجديد بكاميرات الدور القديم وما بيرعيش عملية الهبوط ده خلاص هو في الاواعد التانية كان مؤسس على ارتفاع 100 في الاواعد الجديدة بيرعي برضو بيعمل نفس القصة على ارتفاع 100 مراعاش ان التاني ممكن يكون مع أملية الهبوط المتر ده نزل لتحت مثلا وليكن اتنين او ثلاثة سنطي اتنين او ثلاثة سنطي ده لو ما عملش او مراعهمش ده طبعا بيهبط المبنى الجديد الاتنين او تلاتة سمتي الالتاني هبطهم على مر الزمان وبالتالي بينتج عنه فاصل او شرخ الشرخ ده طبعا في البداية احنا بنشوفه بيكون ملي اتنين ملي او بيطلق عليه هندسيا بنسميه عملية التشعير وطبعا نسبة ان هو بيكون رفيع بعد كده مع زيادة الهبوط التنميل ده بيبدأ بعد كده بدل مكان تشعير بعد كده تنميل بعد كده بياخد بقى اللقب الكبير بتاعه اللي هو شرخ والشرخ ده طبعا بيبدأ يوسع معايا مع عملية الهبوط وخلي بالك ان نسبة الهبوط اللي بيقبطها المبنى الجديد هو مسافة الشرخ اللي انت بتشوفه كل ما ينتج هبوط من تحت او زيادة فوق اعرف ان المبنى طبعا او الهبوط بيتم ده كله تم ليه او حدث ليه او نتج ليه في المبنى بتاعي نتج نتيجة عدم مراعاة حضرتك اثناء عملية التصميم ليه قواعد او اساسات المبنى القديم الجديد للمبنى القديم ان ده خلاص المبنى القديم هبط او عملية الهبوط بتاعته استقرت واخد الحد المسموح به في عملية الهبوط والاقمن فيه طبعا ان المبنى كله بينزل مع بعضه زي ما تكلمنا يبقى هنا لازم اراعي فيه المبنى الجديد عملية الاساسات وعملية هبوط المبنى القديم في الربط ما بين المبنيين وان كان حاليا دلوقتي بيعمل فاصل اذا لجأ لموضوع زي كده دايما بيعمل فواصل احنا بنطلق عليها فواصل تمدد وبتكون موجودة ما بين المبنيين وده طبعا فواصل بتكون فواصل خفيفة جدا في مادة البروبلين واساسات بيحط فيها مادة الفوم عشان الفواصل اللي تكون موجودة وان كنا بنلجأ ليه فواصل التمدد في المسافات الطويلة وده بنشوفها دايما في المنشآت الحكومية زي المدارس او مشابة او الشركات او كزا بنلاقي ما بين العمودين فيه فواصل فواصل دي اسمها فواصل تمدد عشان مراعاة مع بعد المسافة وطول المسافة انه جزء لو جزء هبط لان المسافة كله او المبنى كله طويل ممكن وارد جدا انه جزء من المبنى اللي يحدث فيه هبوط يبقى ما يضرش التاني لانه لو المسافة طويلة وجزء هبط وجزء ده ثابت هيحدث عنه شرخ يبقى انا بعمل الفواصل مراعاة لبرده عملية الهبوط نرجع تاني كده ونستكمل هامس البند السادس من بنود التصميم في حالة التأسيس على ارض مائلة خلي بالك يجب مراعاة او يجب تنفيذ على مستوى يجب التنفيذ على مستوى افقي واحد او متدرج وده يا حبائي بينتج او بنشوفه دايما في المباني او في الاراضي او المواقع اللي هي مواقع زي ما بنقول كده مواقع جبلية او مواقع صخرية او طربة طبعا بطبعتها هي الطربة دي فيها ارتفاعات وفيها انخفاضات ممكن تكون او ورد جدا ان انت يفرض عليك عملية التصميم في مبنى او في مكان تصميم لمبنى في مكان او تأسيس مبنى المكان ده عبارة عن مثلا وليكن منطقة كانت منطقة جبلية يستحيل طبعا معها انك انت تساوي الشكل كله على او الطربة بتاعتك على مستوى افقي واحد وبالتالي هنا انت مرغم او مجبر انك انت في عملية الاساسات المائلة او الطربة المائلة دي ان انا في النهاية قبل طبعا مطلع لسطح الارض او وش الارض زي ما بنسميه ان انت في الاخر هتطلع بسطح ايه مستوي افقي وان كنت هتتدرج في عملية اللي ايه عملية التأسيس ولكن طبعا مش من الطبيعي جدا فانا لازم الفت نظرك انك انت هتعمل اساس ايه اساس مائل فتعمل قاعدة تحت هنا والقاعدة اللي فوق كده وتربط لي ما بينهم طبعا بميدة مائلة طبعا الكلام ده خطأ هندسي شنيع زي ما بنسميه او انشاء شنيع ولكن انا هنا بما ان في تدرج اقدر نوضحها بالولا والقلم كده مع بعض ونبص عليها عشان تكون اكثر توضيحا لو انا عندي تربة مائلة كده اهو لو انا افترض ان الارض عندي جبلية وكان الشكل بالشكل ده كده والمفروض ان انا هصمم هنا بيت او منزل والمنزل ده هعمل له اساسات الاساسات ده طبعا زي ما اتكلمت هيبقى خطأ معماري او خطأ انشاء ياسف ان انا اجي كده اصمم قاعدة هنا او احفر قاعدة هنا واعمل قاعدة هنا واروح عامل ما بينهم ميدة ميلة كده طبعا واطلع بحيطة ميلة وكمل بعد كده طبعا ده يكون خطأ زي ما بنقول خطأ كبير جدا ولكن تفصيلا ليه الجزء اللي اتكلمنا عليه او تيسيرا في عملية الشرح انا براعي ان الجزء ده بتاعي اهو الجزء ده ان انا اقدر لو هو ده هيكون سطح التربة يعني ده كده المفروض اللي ده وش التأسيس بتاعي او سطح احنا بنسميه وش الاساس ده طبعا الاسم اللي هو دارج برا او المستخدم او المستعمل انا هنا هطلع طبعا بحاجة احنا بنسميها رقبة رقبة عمود كده عشان اوصل ليه السطح بتاعنا كده اهو يبقى انا بعمل رقبة العمود ده لو انا افترض ان ده عمود كده اهو ثم طبعا بعمل رقبة كمان هنا اهي ليه العمود ده وطبعا هنا لو هو ده خلاص مماس لسطح التربة ما فيش مشكلة ثم بربط الاتنين دول مع بعض في النهاية او المجموعة دي مع بعضها لان هي وصلت لسطح الايه لسطح التربة بربطهم مع بعض بميدة او زي ما بنطلق عليه برا برضو انا بقولك بالمصطلحات الاسم الدارج بتاعه اهو هيكون شداد بنطلق عليه شداد الشداد ده بيربط الاتنين مع بعض او ممكن ساعات بعمل لبشة مقلوبة زي ما هنشوف كمان شوية بتكون اه اعلى بتربط كل المبنى ده مع بعضه اصبحت عندي هنا مستوى ايه مستوى افقي تماما اهو جديد الافقي ده وكأننا التربة دي كده خلاص تربة جديدة افقية ابدأ من عليها استكمل المبنى بتاعي واطلع وستكمل باقي الاعمدة والكاميرات والسقف بتاعي يبقى ده القصد او المقصود من ان لما تيجي فيه تربة مائلة ان انا احاول اوصل بالاساس بتاعي او الشكل بتاعي في النهاية للشكل الافقي تماما عشان بعد كده اقدر استكمل عملية التصميم او التنفيذ بتاعتي الخاصة بالمبنى بشكل سليم ومش من الطبيعي تاني باكد لانه ممكن اجيبها لك في صحة وغلط فتبقى عارف انه مش من الطبيعي ابدا ان فيه التربة المائلة او الطربة اللي هي عديمة الافقية او السطح بتاعها غير مستوي ان انا اعمل اساسات مائلة واربط ما بين الاساسات دي كمان بشددات مائلة هانتج عنها بعد كده كسر ولكن الحل ان انا بعمل رقاب اعمدة بتصل بي الى المستوى الافقي المطلوب التصميم او البناء عليه نرجع كده تاني للمبنى او لبنود بتاعتنا الخاصة بالمباني او عملية التصيص والتصميم بتاعتنا فهنا هنتكلم او جزء التاني من الاساسات اللي هو القواعد المنفصلة ومن اسمها بينا طبعا يستعمل هذا النوع من الاساسات عند انشاء المباني الهيكلية وفي الصورة زي ما بنقول معلومة الصورة هتوضح اكتر وحتتتكلم وتنقل لك المعلومة بشكل ارقى واكبر لو بصينا على الصورة اللي موجودة امامنا دي طبعا المعلومة بينا فيها لو بصيت هنا خرصانة عادية وبيعلوها خرصانة مسلحة ثم حاجة اسمها رائبة العمود وسميت رقبة عمود ليه او رائبة عمود ليه ان الجزء ده طبعا بيكون موجود اسفل سطح الارض كل ده المنطقة دي كلها بتكون منطقة ردم او بتتردم ما بتظهرش عندي فكل ده موجود في الاساسات بما اننا بنتكلم عن اساسات لو بصيت هنا كمان في ميدة وكاتب لك جنبها او سميل بيطلق عليها ميدة او سميل عشان لما تيجي برة وتصطدم بالمصطلح او تسمع المصطلح ما يبقاش جديد عليك فتبقى عارف ان الميدة هي المقصود بها السميل والاتنين واحد طبعا هنا ده الاساس الهيكلي المقصود به اننا كل الاحمال الواقعة او من اللي هيتحمل الاحمال الواقعة هي الاعمدة على الاواعد ومن الاواعد على الاواعد العادية ومن الاواعد العادية على الطربة يبقى هنا الحائط لما هيتبني ما بين الاعمدة بعضها البعض زي ما بنسميه كده او بنطلق عليها حباي حوائط في المباني الهيكلية بالزبط كده اشبه بالسطارة اللي موجودة في البيت لو انت لاحظت وهنستعرض كمان شوية صورة لمباني بتلاقي المنفذ او المصمم او الراجل صاحب الملك او المالك زي ما بنسميه بيطلع قاعدة عادية بعدين خرصانة قاعدة مسلحة بعدين اعمدة بعدين سقف ويرجع بعد كده يعمل اعمدة ثم كاميرات وسقف اعمدة كاميرات وسقف وساعات بيعمل طبعا العمود سقف عمود سقف من بعد ما بيطلع من اللي ايه يطلع من التأسيس المبنى ده او الشكل اللي انت شفته اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه اساسات بنظام الهيكلي هيكلي يبقى هنا في الاخر خالص اخر خالص بعد ما بيخلص كل الخرصانات بييجي البنة يبني الطوب المباني الاعمدة خلي بالك ان المباني هنا معلاش اي احمال الاحمال كلها تكون وقاعة على ايه وقاعة على السقف ثم الكاميرا ثم العمود ومن العمود على سقف الدور التاني او اللي تحته واللي من السقف برضو على الكاميرا عمود كاميرا عمود بعد كده تنزل تحت على السميل ثم الاعدة العادية او الاسف الاعدة الخرصانية المسلحة والاعدة العادية ثم التربة اللي توزع على اكبر مساحة من من التربة يبقى هنا دور الحوائط في المباني الهيكلية هي عبارة عن سطارة حاجة اشبه بالسطارة لانه بيقفل بعد ايه بعد الانتهاء من اعمال الخرصانة الهيكلية وانت لو لاحظت بيبقى كمان عملية التأفيل ممكن تكون ماهيش بتوصل معاه فيه الارتفاع فيه الاخر بيحتاج انه يقفل الفواصل اللي موجودة في نهاية اخر طوبة بيفضل معاه زي مثلا وليكن مسافة اثنين او ثلاثة سمط ما بيكملش سمك الطوبة وبالتالي المنطقة دي دايما بيكون فيها منطقة زي ما بسمعها كده منطقة شرخ او تنميل ما بين فاصل ما بين المباني والخرصانة وبيستعيد طبعا ويابناءنا في تخصص البناء بيعرفوا الكلام ده في الاحتياطات اثناء عملية البناء انه طبعا بيستخدم الشبك الممدد في عملية البياض او المحارة عشان ما ينتجش ايه الفواصل دي ساعات كمان بيحدث عشان يضمن عملية ربطه ما بين السطارة اللي احنا طبعا الحوائط اللي احنا زي ما بيقول كده تدكيك ما بين الخرصانة المسلحة والحوائط فعلى كل نهاية كل صف من المباني بيجيب السياخ السلسلي وبيخرم في العمود وبينيم نهاية السيخ ده او الجزء ده على الحائط وكل مدمكين تلاتة يعني كل سطرين تلاتة بيعمل الموضوع ده عشان يضمن ربط الحائط ما بين الايه ما بين الاعمال ده طبعا لانه حصل ان ده اتبنى قبل ده يعني المباني مهيش مربوطة مع المبنى الهيكلي او الطوب مش مربوط مع المبنى الهيكلي اللي موجود او تم تصميمه في الاول طبعا ده الشكل هو الليه المبنى الهيكلي او التصميم الهيكلي هنشوف طبعا شكل تاني اكثر توضيحا لو بصت كده شكل مكتمل يبقى ده السق بينقل او بينقل الحمل لو انت بصت على الاسهم دي بينقل الحمل على الكاميرات ومن الكاميرات على الاعمدة ومن الاعمدة على الاوائد الخرصانية المسلحة ده شكل توزيع الايه توزيع الاحمال ومنسناش ان احنا نوريك او نعرفك الضغط اللي طالع عكس الاتجاه فيه التربة من اسفل اهو لو بصت السهم طالع عكس الاتجاه كل ده اشخلي بالك احمال من فوق وضغط من تحت موجود على الاعدة الخرصانية وبالتالي لازم طبعا الاساس عندي يكون اساس متين لو بصت طبعا ده شكل تاني لحديد التسليح الخاص بالمباني الهيكلية يبقى انا كده حاليا دلاتي او الشكل اللي ظاهر ده شكل عبارة عن مباني بنظام المباني الايه الهيكلية ما هوش نظام حوائط حاملة ولو طبعا ممكن اجيب لك في الامتحان اذكر كيفية انتقال الاحمال في المباني الهيكلية يبقى انت هتقول لي بتنتقل الاحمال بتوزعها على الاعمدة ثم بتنتقل من الاعمدة الى الاواعد الخرصانية المسلحة ثم الخرصانة العادية او الاواعد الخرصانية العادية والتي تقوم بتوزعها على اكبر مساحة ممكنة من التربة دي نقطة سؤال طبعا مهمة جدا جدا في توزيع الاحمال في المباني الهيكلية ونظامها ونظرية التوزيع بعد كده عندي حالات خاصة لأسات القواعد المنفصلة ولازم نتعرف عليها زي القواعد المشتركة فبيقول لي هنا ايه بتعمل القواعد المشتركة دي عند زيادة الاحمال في بعض اجزاء المبنى لدرجة تستدعي كبر حجم القاعدة وقربها الشديد من القاعدة الاخرى مما يستدعي ضم القاعدتين في قاعدة واحدة بشوفوا الصورة طبعا ونعلق عليها ونوضحها بيئة الرسم لو بصيت كده على الشكل اللي واضح امام حضراتكم ده هو هنا بيقول لك بيقول لك ان طبعا عندي جزء كبير او احمال الاحمال دي هتكون كبيرة جدا على منطقة معينة المنطقة دي ما ينفعش ان انا اعمل فيها اواعد من فصلة كل قاعدة لوحدها زي بالضبط الاساس الشريطي بلايك تخلي بالك ان ده بيجمع ايه بيجمع عمودين مع بعض وان المسافة او من كبر او عظم حجم الحمل اللي واقع على القاعدة بالتالي هو محتاج انه يعمل اساس ايه اساس مشترك وخلي بالك انا حطت لك السهم ده في النص لان بص كده لو لاحظت هنا في حمل واقع من هنا وفي حمل واقع من هنا وفيه طربة بتضغط منين تضغط بيه المنتصف يبقى المنطقة اللي في النص دي منطقة ضعيفة جدا وبالتالي هو محتاج انه يعمل فيها ايه اساس الاساس ده مشترك فما كانش ينفع انه هو يعمل اعدى للعمود ده لوحده واعدى للعمود ده الواحده وهي الضغط كله هيكون موجود فين ما بين المنطقة اللي موجودة ما بين الاعدتين وبالتالي هنا عمل اعدى مشتركة كبيرة بتشيل الايه العمودين كمان المسافة ما بين العمودين لا تسمح بمرور العامل لاجراء عملات التقوية زي ما قلنا في الاواعد الشريطية يبقى الحالة الخاصة الاولى في القواعد المنفصلة او المباني الهيكلية حاجة اسمها الاعدى الايه المشتركة لو بصين عليها جدنا لك صورة كمان اكثر توضيح انا هي عشان تكون عارف الفرق ما بين الاتنين في عملية التصميم وكمان تكون قادر وعارف الفرق في عملية التسليح كنا كشف لك الجزء ده من الخرصانة جايب لك حديد التسليح بين ازاي في الاعدى الشريطية او في اسف في الاعدى المشتركة يبقى انا بالجأ للكلام ده امتى لما تكون المنطقة دي او دايما دايما احبائي يعني انا حابب لو انا اشرحها كده ونلقى عليها الجزء دايما لو بصيت في التصميمات وخاصة الخاصة بالمباني ذات الطبع الخاص في الشركات او في المساجد او المباني اللي هي الكبيرة الحكومية بتلاقي الاعمالة اللي هي في النص او المنتصب بنسميها اعمالة النص اعمالة النص دي بتكون زيادة جدا في القطر حتى في تصميم المباني الخاص بنا في البيوت بتاعتنا العادية المصمم او المقاول او المهندس ما بيرعيش اتخانة الاعمدة او حجم الاعمدة الا في الاواعد او الاعمدة اللي هي بتكون فين في المنتصف وطبعا اللي المسافة او البحر بنطلق عليه البحر ما بين العمود والعمود بيزيد وبالتالي ده بيكون منطقة ضغط او لود او حمل جامد جدا وبالتالي هو محتاج انه يكبر الاساس بتاعه فمش منه طبيعي انه هيعمل عمودين ما بينهم وبين بعض مثلا مسافة في الاواعد بتاعتهم مسافة وليكن نص متر او متر او مشابه اذا هنا لازم يجمع الاتنين مع بعض على اعدة واحدة الاعدة دي بنسميها اعدة مشتركة ودايما دايما هتلاحظ وهتلاحظ وهتلاقيها في الاعمدة او الاواعد اللي هي في منتصف المباني هتلاقي الاعدة دي لو كانت الاواعد اللي هي اواعد الجارزة هنتكلم عليها كمان شوية اللي موجودة على جانب البيت او جوانب البيت متر في متر بيكون المنتصف دي بتلاقيها دايما متر ونص او اكتر ليه عشان طبعا دي اكبر منطقة بيكون موجود عليها لود احمال يعني في منتصف البيت نرجع مع بعض كده ونستكمل باقي التصميمات بتاعتنا او الاشكال طبعا ده شكل تاني ليه لو واعد المشتركة وما جايب لك الفرق ما بين الاتنين اعدة منفصلة واعدة مشتركة عشان تكون عارف الفرق ايه وده من واقع التنفيذ او الواقع اه التنفيذي او اللي بنشوفه برة اعدة طبعا حابب اتكلم عليها قبل ما الوقت ينتهي اعدة اسمها اعدة الجار وده اعدة مهمة جدا لازم اكون عارفها لان تصميمها خطير وزي ما بنقول مهمة جدا في عملية التنفيذ ولها شروط خاصة بيها وبتنفذ هذه القاعدة او بتعمل عند حدود الجار في حالة ان يكون المبنى على حد الارض حيث من المستحيل ان يتداخل اي جزء من المبنى اللي هو الخاص بيك في ارض الجار يعني زي ما بنقول الحد الفاصل ما بينك وبين الجار بتاعك حتى لو كانت اساسات المبنى فما ينفعش انك انت هتدخل جزء عندك في قطعة الارض المجورة اللي هي الخاصة بالجار بتاعك فما تجيش تقول مثلا انا هعمل القاعدة بتاعتي نصها عندي ونصها عند الجار لان الجار هنا لسه مبناش او الارض بتاعته فاضية وبالتالي خلي بالك شوف القاعدة الجار عاملة ازاي عبارة عن ايه نص قاعدة لو انت لاحظت ان ده جار هنا كده بقت نص قاعدة وبالتالي الاعدة دي محتاجة انها يتم عملية ربط كبيرة جدا بينها وبين الاواعد وخاصة الاواعد المنتصفة في منتصف البيت بتاعي او المبنى بتاعي عشان لو لاحظت ان هنا ده نص اعدة يعني هي نص اعدة يعني زي ما بنسميها كده ممكن تحدث عملية انقلاب زي ما بنسمي مع الاحمال اللي موجودة هنا ده بيضغط العمود ده بيضغط على الاعدة دي ودي نص اعدة وبالتالي ممكن يحدث ايه انهيار او هبوط او زي ما بنسميها جزء ده حيرتفع مع الضغط اللي واقع هنا وبالتالي الاعدة هترتفع لفوق من الحرف ده اذا هنا انا محتاج ان انا اربط الاعدة دي المسلحة دي مع العمود ده باقرب اواعد موجودة في المبنى اللي هو خاص بيا وده كله ليه عشان ضمان سلامة الهبوط او الكسر او العيوب اللي ممكن تنتج في عملية التصميم الاعدة دي بيسمى اعدة جار وبتكون عبارة عن نص اعدة في التصميم اهو زي ما شفنا كده في الاعدة اخر نوع من القواعد وهي القواعد المعلقة وبتستخدم في حالة وجود نقطة ضعف في مسطح الاساس هنوضح الجزئية دي لانه ده اخر جزئية معنا الجزئية دي لما بيكون عندي طربة خفيفة ضعيفة منقولة او طربة رخوة زي ما بنسميها منقولة ضعيفة خايف منها وبالتالي فبرتفع بالاواعد بتاعتي وبعمل المياد دي بتكون اعلى سيبة مسافة ما بين الارض والقاعدة عشان الطربة دي انا خايف من التأسيس عليها عشان ضمان عملية الهبوط احبائي الوقت معاكم بيمر بسرعة جدا جدا في موادنا المعمرية وخاصة تكنولوجيا الخرصانة على امل اللقاء بكم ان شاء الله لاستكمال باقي اعمال الخرصانة وتكنولوجيا الخرصانة الخاصة بالصف التاني انتظرونا ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته